هلولي بقى هلولي بقى وفهموني بيعملوها ازاي ولادي اللعيبة دول بيعملوها ازاي انت لسه يا راجل طالع والناس سألينك يا استاذ مصطفى وحضرتك وفلوسك واموالك وعندك وابتاع قالوا اه لا حاشا لله انا فلوس اخدر دولارات لا سمح الله من اين ده انا يا دو مرتبي ويا دو بك في عصات الجمعية اللي عليا ودي ست الفلوس بتاعت البيت والاكل والشرب كان نايس يقول كمان ان هو بيدفع اجار مش عادي بيت يعني كويس والدنيا وبنزين العربية وانت عرفيه البنزين غيلي والدنيا غالية ومش لاقيين ناكل والاسعار بايت نار فده ده يا دوب يا ابني ده هو مرتبي وبس اه هو حضرتك بمرتبك يا استاذ مصطفى قدرت تحجز فندق بتاع القوات الجوية اللي هو اصلا يعني متحرم على تلات تربع الشعب المصري لازم يكون حاجة عندك زابط او حد عندك مسئول او عندك وسطة في القوات المسلحة عشان تقدر تخدش فندق من دول تمام فتعزم رجالات الدولة ويا طرح بيا استاذ مصطفى عزمهم على ايه والفطار اخبروا ايه وتفتر الناس دي كلها والفندق فلادق القوات الجوية ده انت كده بقى يعني طب الاستاذ عمري اديب عارفين خلاص دوقتي بقى اغلى اجر اعلامي عربي في العالم العربي وفي البحر المتوسط انما انت مصطفى ادعيت الفقر وبعد ما ادعيت الفقر الفيديو ده طالع ايه منين ازاي بتعملها ازاي قولينا عالطريقة طيب قولينا عالطريقة انت بزومه يعني بنقعد قدام كاميرا زي بعضه بتاع بس طبعا فنق كبير او استاذ مصطفى ازا كنت انت بتاخد في مدينة الانتاج الاعلامي ملايين واحنا بناخد هنا قليل بس احنا عندنا حاجات تانية معاوضانة كتير جدا عندنا مبادئ وقيم ما عندنا السامسونج ولا عندنا تعليمات ولا عندنا شمال يبقى شمال ولا عندنا يمين يبقى يمين ولا الكلام الفاضي ده احنا بنقول الحقيقة وبس وما حدش لبيراجع طالما بنقول الحقيقة حدش بيراجعنا في حال انما انت ازايز مصطفى بصراحة تطلع تقول انا مش لايك اللي بعان تعمل المهرجان ده كله طب يا راجل الداري على كتبتك تنور طيب كتب بقى ليه استاذ مصطفى قال لك شكرا لأهلنا من رموز الصعيد والقبائل العربية الذين شرفونا ابناء قنة والاقصر افطرهم السنوي الذي يقام من عام 2003 بجهد ودعم مشترك من ابناء الصعيد شكرا لضيوف الحفل من الرموز وكبار المسؤولين شكرا لإدارة فندق القوات الجوية للاستضاف حفل الافطار الذي كان بمثابة استفاف وطني جديد دفاعا عن مصر الوطن والقيادة في مواجهة كافة التحديات الراهنة كل التحية الى روح اخي وشقيقي الراحل محمود الذي كان السند والعمود الفقري للحفل السنوي منذ نشأته طبعا ده كلام الاستاذ مصطفى بكري استاذ مصطفى يعني انت عايز تقول ان الفطار ده انت كنت عامله غدوة مثلا يعني قلت مثلا ميلت على قبيلة فلان وعيلت فلان ومش عارف مين ورجل اعمال وروح تميلت على حد اللي هو مثلا في الدفاع الجوي فالطول انت تتبرع بالفندق وعندي كان واحد يجيب الفراخ وفي رجل اعمال يجيب رز وفي رجل اعمال يجيب حلويات ونقضيها افطار ونجمع رجال الدولة من اجل عمل وطني طبعا استاذ مصطفى مش ممكن العمل الوطني ده والتكلفة الجبارة دي يعني احنا مثلا هنا لما جينا نقول ايه الجاليات اللي موجودة عايز تعمل افطار فقال لك لا الفطار وتكلفته اللي احنا هنعمله هنبعته الان هنا في غزة وفي فلسطين عن طريق مساعدات مالية او عينية غزائية نبدأ نرسلها لهم في رمضان فهل انت شايف او استاذ مصطفى ان البهرجة دي ورجال الدولة والقبائل والعائلات ما احترامنا الكامل لكل الناس اللي شاركوا في هذا الافطار شايف ان ده وقته انك تعمل هذه البهرجة وانت طالح تقول لنا انت انت نفسك استاذ مصطفى باكر انا هخلي استاذ مصطفى باكر يا جماعة يرد على استاذ مصطفى باكر زي ما خلينا الاستاذ احمد موسى يرد على استاذ احمد موسى احنا نوع بعيد ليه ونجهد نفسنا ليه ونتعب حناجرنا ليه خلينا نسمع استاذ مصطفى باكر نفسه وهو بيرد على نفسه وهو بيقول لك منين والله ما فيش انا ما عنديش انا مش لاقي ده هو يا دوب المرتب ما حلتيش غيره بص كده يلا بين والناس شافة بصد مصطفى باكر صحفي برلماني سياسي رجل دولة منطراز رفيعة لفت انتباهي سؤال بعض الناس يعني بصد مصطفى باكر غني ولا مواطن طبق وسطى ولا مواطن ميسور الله اعلم انا غني بموقفي لكن انا لا املك سوا مرتبي ولو اتقطع المرتب ده من صدر بعد انا ما عرفش عروفين وانا بقول كلام قدام كل الاجهزة وكل الجهات المعنية ياريت منيتي ياريت انا ولادي دايما بيقولي ويقولي يا بابا انت يعني بنعتز بيك ما عملتش ملايين من المهندس حفظ مصطفى ياريت 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 بس انت يا بابا ما عمتناش حاجة غير بنتلين البيت لا يا دواء معلش خلي المزيجة اللي انت كنت بتنهي بها الفيديو دي شغالة شوية برويه بعد اذنك لازم اضياء معلش نتبع معانا مهندس الصوت شوية ايوة ايوة كده يا جماعة بس يا جماعة بس يا ابني انا لا املك غير مرتبي واهلا رمضان مرحب رمضان قولوا معانا استاذ مصطفى الامانيات عالية جدا في رمضان بصراحة استاذ مصطفى رائع استاذ مصطفى لما كتب التويت اللي انا قارتها لحضراتكم من شوية دي كتبها امتى بعد ما الفيديوهات طلعت وتصربت واستقبالوا للناس ورجال الدولة والفندق بقى والنجوم ظهرت والقصة قالك ايه ده ايه ده فما قالك ايه لا يا جماعة هتفهم ايه من التويتا دي ده عمل وطني حد يقدر يتكلم طيب وماذا بعد العمل الوطني ده الناس دي اللي مبارعة يا جماعة ده كل واحد لكن جيف جيبوا ظرف وبعتهولي عشان نلم ونعمل غداوة او عتفكروا ان ده كل ده من جاب لانه بدأ بقى الفيديوهات تنتشر الراجل طالع يقول ما عنديش غير مرتبي وعامل المهرجانات اللي انتو شايفينها دي فكتب التويت فاحنا بصراحة عشان احنا بنحب الامور تبقى مترتبة قلنا نعرض لكم الفيديو الجميل صاحب المشاعر الرقيقة والكلمات الصادقة الاستاذ مصطفى بكري وهو يعلن انه لا يملك سوى مرتبه فقط سبحانك يا رب معجزات بتحصل احنا في شهر رمضان تملك مرتبك بس وتقدر تعمل هذا الفطار الرائع جدا ولو كله طرف عادي جدا ما واحد بسأل له دي بولي ايه هو انت عم احمد ملك عمالة تقول مرتبه مرتبه وانت تعرف مرتبه كم ما مرتبه كافية يعمل كده ايه صح مرتبه كافية يعمل كده واد كده كمان عشر مرات